زي كل سنة أو زي آخر ثلاث سنين لنادي الأهلي متواجد فيهم في المونديال يتمنى إن شاء الله الاستمرارية النهاردة البداية والبداية صعبة لأن البداية النهاردة بخروج المغلوب نادي الأهلي العظيم زي ما حضرتكم عارفين خد الميدالية البرونزية ثلاث مرات بنطمع السنة دي على الأقل في ميدالية على الأقل إحنا بنتطلع للأحسن دايما إن شاء الله بإذن الله مبارات النهاردة تكون بداية لمواصلة المشوار في البطولة بصراحة أنا كنت جاي النهاردة ومش عايز أتكلم غير عن المونديال والكبر اللي في المونديال واللي موجود بينهم نادي الأهلي الكبير لكن يعني بصراحة في حاجات يعني متعديش بسهولة كده النادي الأهلي مش فادي رد النادي الأهلي في حتة تانية خالص مش عايز يرد على أي مهاترات نادي الأهلي مع الكبار مركز في بطولة الكبار لبصص اللي بيخرج كل يوم يسب ولا اللي بيهاجم ولا اللي بينتقد مجرد خطف الأنذار علشان يخطف الأنذار لازم يجيب اسم النادي الأهلي لازم يحط أي رمز من رموز النادي الأهلي لازم يتكلم عن النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في قناة في قوية لو ما جابتش سيرة الأهلي محدش هيبص لها محدش هيشوفها بس هي تعاملت علشان خاطر تجيب سيرة النادي الأهلي بطريقتهم مع أن اسمها قناة المنافس بعدين اللي بيهاجم وينتقد لو بصل نفسه وبصل نديه هيكسف أيه هيكسف أقل حيكسف دي أقل حاجة نقدر أولا علشان كده هو مش عايز يبص إلا على الأهلي ويطلع شائعات بس ليه؟ لأن الأهلي الوحيد اللعب في كاس العالم الأندية دي أول حاجة أدي الكواليس قدام حضراتكم كاس العالم الأندية بنتكلم عن المشاركة الثالثة على التوالي والمشاركة التامنة لمين؟ لبطل مصر النادي الأهلي حد يقول لي حد راح غير النادي الأهلي لأ محدش راح غير النادي الأهلي محدش راح غير النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي مع الكبار دايما المترجم للقناة